يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي لا لأنها برامجي لأنها كتب متلفزة هناك آلاف من الساعات تتشكل منها موسوعة من الكتب المتلفزة موسوعة كبيرة جدا بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج على سبيل النصيحة والتوجيه إذا أردتم أن تبدأوا بمراجعة هذه البرامج عليكم أن تستمروا إذا تعاملتم معها بشكل متقطع لن تنتفعوا منها وعليكم أن تكملوا البرنامج كاملا ليس ضروريا أن تحفظوا كل المعلومات هذه كتب متلفزة فيها الكثير من المعلومات التي قد لا تكون ضرورية بالنسبة لكم وإنما حاولوا أن تسجلوا ملاحظات مجزة بخصوص كل حلقة تتابعونها حتى لو سجلتم ملاحظة واحدة أو ملاحظتين من كل حلقة وهذا يكفيكم لأن البرامج طويلة ولأن الحلقات كثيرة لو سألتموني من أين نبدأ أقول لكم ابدأوا من برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان هذا البرنامج سيعرفكم بتأريخ إمام زمانكم عليكم أن تعرفوا تأريخه قبل أن تعرفوا مقاماته هذا البرنامج يعرفكم بتأريخه وشؤونه برنامج طويل الأمان الأمان يا صاحب الزمان إذا ما أكملتم إذا ما أكملتم إذا كنتم قادرين على أن تتابعوا برنامج الخاتم من أوله هو برنامج طويل نحن اليوم في الحلقة أربعمية واثنين وأربعين برنامج طويل جدا إذا كنتم قادرين على متابعة هذا البرنامج إنه موسوعة معرفية عقائدية مهمة جدا مهمة جدا تغير حياتكم لكنكم إذا لم تكونوا قادرين على متابعة هذا البرنامج بطوله فاذهبوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك لن تجدوا عقيدة دين العترة في أي كتاب أو في أي برنامج تلفزيوني كما عرض وبين وشرح وفصل في هذه الحلقات مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة وإذا أردتم أن تزدادوا معرفة ونورا في حقائق دين العترة الطاهرة فاذهبوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين وهناك الكثير من البرامج لكنني ذكرت لكم هذه العناوين مفتاحا بوابة اعتمدوا على أنفسكم المطالب التي لا تعرفونها لا تعبأوا بها كلامي الذي ليس واضحا ألقوا به في المزبلة ليس مهما خذوا المعاني الواضحة الصريحة المعاني التي ربما أسأت التعبير فيها لم أكن موفقا في عرضها بشكل واضح وصريح المعاني التي ربما أخطأت فيها في بيانها وشخصتم الخطأ والاشتباه ألقوا بها في المزبلة ليس مهما لا تقدسوا أحدان لا تقدسوا برنامجان ولا تقدسوا كلاما قدسوا محمدا وآل محمد فقط هذا هو دين محمد أولو الأمر هؤلاء ولا يوجد شخص آخر القرب هؤلاء الذين مدحوا وما ذموا والله لقد أنصفتكم وقد أنصفت نفسي قبل أن أنصفكم أنصفتكم وأنصفت الحقيقة العلمية وأنصفت البيانة الديني وأنصفت الوظيفة الإعلامية لقد أنصفتكم وهذا الذي أستطيع أن أفعله يا شباب السنة في الجامعات وحتى في المساجد وفي كل مكان أنا على علم من أن الكثير منكم يتابعون برامجي لأنني أنتقد دين الشيعة ولأنني أكشف عن الكثير من الحقائق التي لا يكشفها أحد عن واقع الحياة السياسية وعن واقع ما يجري في العالم في برامجي أنا صادق معكم ولا أريد شيئا منكم عرضت الحقائق بين أيديكم الأمر راجع إليكم وأنا أقولها لكم من أن علماء السنة ومن أن سياسي السنة سيبدأون بإثارة التهم والأباطيل والأقاويل حولي ولا أبالي فإن أبناء جلدتي يفعلون هذا معي ولا أبالي الحياة أيام أيام وتنتهي وبالنسبة لي فقد أكلت أكثر عمري وما بقي في الكأس من عمري إلا ثمالة ثمالة وثمالة قليلة الأيام تنقضي لكن الحقائق لا تنقضي والأكاذيب مهما طال الزمان بها سيأتي اليوم الذي يكون حبلها قصيرا منقطعا ستأتي الحقيقة بشفرتها الحادة كي تقطع حبل الأكاذيب هذه هي الدنيا وحينما سنموت سننسى لكننا بعد الموت هناك سنذكر ونسأل سننسى هنا لكننا بعد الموت سنذكر هناك وسنسأل